اليوم أنا أوجه رسالتي للناس أنه يعتبرونهم وأخوانهم وتعرضوا الظروف ممكن أنه إحنا كلنا نتعرض لهذه الظروف وما نعرفوا شون رح يكون تصرفنا إحنا وتصورنا فنتقبلهم وهم أهلنا وأكيد يعني بالنهاية إحنا أهم نقطة هي مدناء السلام اليوم الحضور مثلا رؤساء وإحتيات إدارية شيء وقع شائر رجال الدين منظمات مجتمع مدني مؤسسات من الدولة التحادية جهات أمنية حاضرة هذا بحد ذاته الذي يستطيع أن يجمع هؤلاء في ورشة واحدة وبحد ذاته هذا أعتبره فطوة إيجابية ستحقق نتائج حتى وإن لم تكن آنية ممكن في المستقبل القريب نرى نتائج هاي النشاطات واضحة موسيقى 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 ale자 عديدا لديم من صحيح والمتصف الى المسالح لطرف هذا فلم يتبع هؤلاء المعارFA نحن لا ي proporKI limال ل especiesل المحت 마음 MIKE نحن نتعرف نحن 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 Thanks sociae نحن 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 program البرحيفين لقد تخدم أي يناكم الجامع الخاص لك نحن يتبه لمن المستقبل المحاوليات من السبب الدينية وفقاة الناس والسعادة والبصورية لدرج الأمر قليلاً أن المتابعة والعاملات والممجميع معلومات إلى جديدات بيئات الجائمة ونحن بإطلاقهم على أخطائهم الضوء يمتح فيه كتابة الناسي للطاقتل السبب الدينية لتطاقة الابتعابة الإنسانية للإنسافة الإنسائية هؤلاء هم أبناء هؤلاء نساء هؤلاء أطفالنا ضرورة عادتهم واشتظانهم كنا نعتقد بأن المهمة قد تكون صعبة في الحمد لله وشكر وجدنا بأن المجتمع ينسجن بشكل كثير جدا في عملية دماجهم وعملية استقبالهم